مجز لأهم الأنباء من التناصح أهلا بكم أكد ناطق باسم غرفة عملية تحرير سرط الجفر العميد عبدالهادي دراه مقتل ثلاثة أطفال نتيجة انفجار ألغام زرعتها ميليشيات حفتر بالمدينة كما أفد دراه للتناصح بمقتل راعي للأغنام وإصابة مجموعة من الأغنام نتيجة انفجار لغام زرعته الميليشيات غرب مدينة سرط وأضاف دراه أن قوات عملية دروب النصر ما زالت تتوافد إلى المنطقة بانتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش لبدء تحرير المنطقة بالكامل من الميليشيات المعتدية أكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي أن رئيس المجلس رئيسي فايز السراج طلب من البعثة الأممية بليبيا تقديم المساعدة الفنية في التحقيق في جرائم مجرم الحرب حفتر في مدينتي ترهونة وطرابلس وأضاف القبلاوي في بيان له الثلاثاء أن السراج أفاد بأن تقديم البعثة المساعدة اللازمة سيكون مفيدا جدا في هذه المرحلة على أن تكون في صورة مساعدات فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة مضحا أن حكومة الوفاق تسعى للتحقيق في جرائم المقابر الجمعية في مدينة ترهونة وزرع الألغام جنوب العاصمة ومعاقبة مرتكبها وجهت منظمة التضامن لحقوق الإنسان رسالة إلى البعثات الدولية الدائمة لدى المفوضية السامية أوضحت من خلالها تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وأوضحت المنظمة أن الحالة الإنسانية في ليبيا ستخضع لمناقشة مجلس حقوق الإنسان في إطار البند العاشر من جدول الأعمال في الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي إلا أنه حال بينها التطورات التي طرأت بعد هذا التاريخ خاصة بعد السادس من يونيو عندما تمكنت قوات الجيش من إعادة السيطرة على مدينة ترهونة وتحريرها من ميليشيات حفتر واكتشاف المقابل الجماعية داخلها أكد المركز الوطني لمكفحة الأمراض مساء الثلاثات تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المركز أوضح في بيان الله أنه استلم 1038 عينة أوضحت النتائج إيجابية 17 عينة منها فيما كانت باقي العينات سالبة وأفاد المركز أن من بين الحالات السالبة 6 حالات تمثلت للشفاء وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 484 حالة منها 398 حالة نشطة الإصابة بالفيروس في مقابل 76 حالة شفاء و10 حالات وفاء شاهدين في النهاية شكرا على المتابعة دمتم في أمان الله وحفظه